هل المباراة بكرة محسومة بقى بالتالي للمباراة المغرب والمغرب؟ لأننا بنتكلم على أن القوى القديمة ستظل دائما متسيدة بصري إسلام حتى الآن ست فرق وصلهم من اللي هم الكبار أرجنتين، هولندا، برازيل، فرنسا، إنجلترا وكرواتي نايس أسبانيا والبرتغال أنا متوقع أن أسبانيا والبرتغال هيكسبوا لكن ما فيش شك أن أعتقد أن المغرب هتعمل مباراة كبيرة وعندها نسبة في أنها تكسب طبعا أيضا برضو في مباراة سويسرا مع البرتغال المنتخب السويسرا عنده فرصة أنه يكسب ولكن أعتقد نسبتهم مش هتزيل عن 20-25% يعني النسبة الأكبر مع المغرب وأسبانيا هتبقى الأسبانيا صحيح لما أتكلم في مستوى الفرقتين، مستوى الخبرات، مستوى التمرس في البطولات اللي زايدية أعتقد يعني، لكنها مباراة هتبقى قوية، صعبة، ممكن جدا المغرب تعمل مفاجأة زي ما حصل وطلعت أول مجموعة شوفنا النهاردة اليابان وكرواتيا وصلوا لضربات الجزاء صحيح فكل الاحتمالات وردة، ولكن لو سألتنا على تخمين الشخصي أو توقع الشخصي أسبانيا تكس أقولك نسبة أسبانيا يمكن 70 أو 75% إذن المنتخب المغربي الشقيق يحمل أمال وطموحات العرب في كل شيء الحقيقة من المحيط إلى الخليج نتمنى لهم كل التوفيق بكرة في النهاية كابتن هي مباراة صعبة طبعا مباراة صعبة جدا، على المنتخبين على فكرة يعني حتى المنتخب الأسباني، المباراة بالنسبة له مش نزهة لا، مننتخب المغربي منتخب قوي، قد ماتشات قوية، عنده نجوم كبار بلعبه في حتة كبيرة في أوروبا زي حكيم زياش، زي أشرب حكيمي، سوفيان فوال، مؤظمهم كلهم، وهب الخزر عامل، وهب الخزر تونس، مرابط عامل ماتشات هيلة يعني لا عندهم لعبة متمرسة وعندهم خبرات ولكن احنا بنقول التوقع المنطقي أقرب لفرقة أسباني لكن كل الاحتمالات موجودة حياة النهاردة المدير الفني للمنتخب الأسباني إنريكي قالك أنه المباراة صعبة جدا ولكن أنا حكس ما هو بتكلم من حلعب بطريقتي، حلعب بإسنوتي يعني بتكلم على أن أسبانيا من أحسن فرق العالم النجومها من أكبر نجوم العالم بالذات الفترة التمنع أو العشر سنين الأخيرة كذا جيل للمنتخب الفرنسي أو حتى لبرشلونة وريال مدريد لعبة مميزين جداً لهم الأسباني اللي موجودين في الفرقيتين يعني تحس إن الكرة الأسبانية في الفترة العشر سنين الأخيرة رجعت للمنافسة كان يعني فترة التمانينات والسبعينات كان وبعاد شوي آه ممكن رئي المدريد وبرشلونة لكن أنا بتكلم عن المنتخب الأسباني لكن من ساعة يعني الدوري الأسباني أشهر وأقوى وأجمد من المنتخب الأسباني آه الفترة الأديمة بس ابتدى المنتخب الأسباني من الجيل اللي هو كان فيه نيستا وتشابي والمجموعة دي عاملين آه يعني ماشية المدرسة الأسبانية ماشية بشكل كويس فأنا أتوقع أنهم أقرب للمكسب لكن فرص المغرب مش قليلة عموما أن المنتخب المغريبي الشقيقي يحمل طموحات وأمال العرب شكرا